اشتركوا في القناة وكما أعلنت الوزارة ببيانة أنه السعر العادي لتعريفات الموالدات الكهربائية الخاصة عن شهر شباط هو 34286 ليرا عن كل كيلوات بالساعة للمشتركين بالعددات بالمدن أو التجمعات المقتضى أو على ارتفاع أقل من 700 ماتر 5 أمبير 385 ألف زائد المقطوعية الشهرية أما يلي بتتعلق بالمشتركين بالعددات بالقرى أو المناطق المتبعدي أو على ارتفاع أكتر من 700 ماتر 37715 ليرا عن كل كيلوات بالساعة وأذكر هون كمان بالإطار بسيئ متصل أنه أي مخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة أنك تتعلق بتركيب العدد أو بالتسعيرة أو بأي شيء بالفاتورة فيكن تتواصلوا مع الخط الصيخين لوزارة الاقتصاد حماية المستهلك طبعا المطلوب منه إجراء المقتضى بحق المخالفين وتحويله طبعا إلى القضاء وهنيك القضاء يعني لازم مثل ما منقول يكون بقبضة من حديد ويكون في تفعيل للقرارات الصادرة بحق المخالفين قبل ما أبدأ بالاتصالات لدينا مشكلة بمحطة طبعا بحسب ما وردني من مؤسسة ميه بيروت وجبل لبنان في مشكلة بمحطة طبعا يلي عم تعطي نقاش دير طميش عوكر وسيدة لمغارة أيضا بمحطة جسر الباشا كمان في عطل المحطة يلي بتعطي جسر الباشا المكلس متوقفي عن العمل عين الرماني صار فيه تعديل بطريقة التوزيع والخطوط فيه ناس فيه مشتركين ما أخدوا ماي بسبب طبعا مثل ما قالت التوزيع وبالتالي رح يرجعوا يعطون تقريبا حوال 12 ساعة لا يرجع يثبت التوزيع وترجع دورة التوزيع تعود كما كانت عليها هلا عندي إجابات أحدى أو سيدتين توصلتوا معي الأسبوع الماضي وأكتر من ثلاث أسابيع الفحوى الشكوى يلي وردتني من الرقم انتهي بواحد تماني واحد انه زوجك عنده إعاقة أصدته مركز الشؤون الاجتماعية لحتى تجددوا البطاقة بحسب ما قلتي لي على الهواء انه تهجم عليكم أحد الأطباء الموجودين بالمركز اتحدث معكم بطريقة غير لائقة ورمى البطاقة بوشكم أنا أخذت رقم تليفوني واتوصلت مع الوزارة الشؤون مع المعنية مباشرة بهالموضوع بحسب ما أفدتني وإجابة على الشكوى أنه اتصلوا فيكن من الوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى ما يبدو أنه كان عندكم رواية أخرى وقلتي أنه هيدا الحكي ما نقال أنه الحكيم متهجم عليكم أو رمى البطاقة بوشكم علما أنه قلتي لي هيك على الهواء وموجودة التسجيلات على كل حال رحنا للآخر أخذوا كل المعلومات منكم وفتحوا تقرير بهذا الموضوع يلي تبين وبحسب ما أرسلوا لي من الوزارة أنه المعوق ما تجددت له البطاقة لأنه صار فيه تحسن بوضعه وما فيه إعاقة مدرجة لحتى تقدروا بمجابة تجددوا البطاقة بحسب ما أكدوا لي من الوزارة أنه ما صار فيه أي تعاطي لا أخلاقي من قبل الحكيم أو الطاقم الموجود بالمركز مركز شؤون الاجتماعية حيث أصدتوا لحتى تجددوا البطاقة بتمنى عليكم الأمانة كل شخص عنده حق بيقدر ياخد حقه ومنروح معه للآخر حتى ياخد حقه وما منقبل أي مواطن بأي مؤسسة يتعرض عم بيطالب بحقه يتعرض لأي نوع من ال يعني إن كان إهمال أو أي نوع من التعاطي اللا أخلاقي معه من قبل أي حدا موصف بس بتمنى عليكم كمان تكونوا شففين وصدقين بالكلام يلي بتقولوا لي على الهوى على كل حال أنا مثل ما قلت رحت للآخر بهالموضوع وبتمنى وأنا طلبت على الهوى من ثلاث تجميع السيدة اللي تواصلت معي وعتيتني رقمة ترجع تتواصل معي إذا حكيوها من الوزارة ما تواصلت معي أوكي فعندي هيدا أول إيجابة على الرقم اللي انتهي بـ 8-1 حول الوزارة عندي أيضا على شاكلته على نسق هالاتصال كمان وردني الأسبوع الماضي من إحدى السيدات كمان يلي قالت لي إنو تصرفوا معا كمان بطريقة مش يعني مش مزبوطة بالمركز حيث أصدت كمان تتجدد كمان تواصلوا معكي مدام بحسب ما أفدوني من الوزارة إنو حالتي كمان إعاقة غير مدرجة وإنتي مش جديد رحتي لعندن بالـ 2021 جيتي على المركز وطلبتي إنو تجددي بطاقتي كان عنديك إعاقة مشكلة بالركب التهابات حسب ما فهمت من المصدر بالوزارة الشؤون وبعدين تحسن وضعيك وانتفى السبب انتفى وجود الإعاقة فله السبب ما تجددت بطاقتيك على أساس يلي كنتي طالبتيا قبل وبحسب ما أفدوني إنو وضحوا لك من الوزارة إنو شو شروط لحتى تقدري تستفيدي شو شروط لحتى تقدري تجددي بطاقتيك في حال كان عندك إعاقة وانتفت هذه الإعاقة ما بقى موجودة فما بيقدروا يجددوني وبحسب كمينا ما أفدوني إنو ما صار في أي تصرف خاطئ تجاهك بالمركز وحكيوك مباشرة وتواصلوا معك من الوزارة فبتمنى أي شخص بيطلع على الهواء يعني يكون فعلا يكون فيه شفافية بالكلام ويكون مسؤول عن كلامه اللي عم بينحكي على الهواء لأنه أنا عم بنقل كلام كن كما يعني متل ما بتقولوا لي على الهواء بنقله للمعنيين وللوزارات أوكي مثل ما هو وما بقبل أكيد متل ما قلت إنو أي مواطن يتعرض لأي إهاني وهو عم بيطالب بحقه بس رجائعا كمان لما تكون كمانا واضح ونكون مانا صايرة معكم هالقصة كمانا فينا نقول إنو ما تجددت لنا البطاقة بدنا نعرف ليش مش تعرضنا لأي موقف أو تعرضنا لهو ما كانت هاي الواقعة صارت فبنهي حديثي هون بالنسبة للسيدتين يلي تواصلوا معي هاي دي كانت الإيجابة من المعنيين وهن أكدوا لي إنو تواصلوا معكم شخصيا وفتحوا وفتح إيق بهالملف وعطيوني نتيجة هيدا يعني هيدا الشخص هلأ بيبدأ بيطلق الاتصالات على أرقام صوت لبنان على 0132535 01-21-380-7611-0503 وأيضا من خلال الواتساب على 76-611-021 بيخد الاتصالات علو علو مجور مجور كيفك مدام سايدة عم بحكيكي من منطقة المكلس نعم قصة الماية عنا رح يصرنا أكتر من 15 يوم ما عم تجي نحن جسر الباشا ما بعني إيلي جسر الباشا والمكلس متوقفة في مشكلة وعديها المشكلة بدأت ما قفدوني أنواتا رح تتصلح آه لأنو بقفدوني ننطروا ليصلحوا دائما أنا ننطر حطوني بصورة أنو متوقفة محطة جسر الباشا بس ما في بعد جواب أي مطا رح تتصلح آه ما فيك تستفسر عن المطا هلا في استفسر أي مطا بس هلا مش على الهوى يعني لحتى أرجع لإيكم آه يعني في استفسر بس مش هلا على الهوى أكيد 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 عن الهوى منرجع نتصل فيك أكيد وأزا عند إيجابة أنا أكيد بعطيكم إياها بدون ما تتصلح أكيد لأنو المنطقة كلها دي كويني فيها سن الفين فيها لأننا هون المنطقة عطول 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 فيها مشاكل نعم وما مش مكسول علينا ولا ليرة دفع عطول في دفع دغري بننزل من دفع عملي معروف أهلا فيك أهلا وسهلا فيك ألو أتصال آخر ألو نعم ألو بونجور بونجور يعطيك العافية أهلا عندي بمنطقة فياوت بعدنا كل شهر بين الأربعة والخمسة مليون نتفع كل المشترك على سترنات المي رح يجبون لأخر بنا هادي غير ميت الشرب يا مدام والله ما بيجوف طب نحنا مش مكسول علينا وعم نعمل وش بيتنا طب المي ليش هيت عننا آآ سبق وعطيتني الشكوى شي لأ آآ ها أول مرة ها أول مرة بتسلي أه تترك لي شو رأم تليفونك لنشوف شو المشكلتكم بس لحظة شوي بالتوزيع آآ ولا بالمرة ما عم تجي المي ما عم تشوفوا مدام مدام بتجي لما بتجي بتجي خيط ميت الشرب غنيك نهار كنا فاتحينها نزلت حمرة المي أقسم بأله نزلت طب ما بلغتوا المؤسسة ما بديوا مي بديوا يرد علينا في مركز للشكوى بيردوا عليكم بياخدوا الشكوى منكم ما ما اتصلتوا ما ما اتصلنا لأ أنا اتصلت مرة قالوا لي منشوفوا هلأ ما في مزود ولا يجي المزود وما بعرف شو هو من أي مطا اتصلت من أي مطا أو جمعة 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 8 أيام طيب بتعطيني رقمك رجايقان شو الرقم التليفون 03 يلا عطيني إيه أنت على الهواء 03 03 712 4 454 أوكي طيب لحتى نشوف أهلا فيك إذا مشكلتكم بالتوزيع لأنه يعني معظم الشكوى اللي بتردني أنه بتقولولي ما عم تجي الماي بيكون هي في مشكلة بالتوزيع يعني ما عم بيكون في توزيع كافي لحتى تاخده وهون بتجيني كمان الإجابة من المؤسسة أنه حسب ساعات اللي بتعطيونيها شركة الكهرباء وحسب قداش في مزوت يعني فتنا بهالدوامة هالحلقة المفرغة يلي هي زيتها كل مرة على كل حال أنا رح بلغ المؤسسة عن هالشكوى وبانتظار أكيد الإجابة منهم كمان اتصال علو علو صباح الخير أهلا كيفنا ودم سيدي حمد الله خيك علي من عكار أهلا علي أول شو وجهة تحيتي لعليك ولخي جهاد الحداد أهلا في لازع الصوت لبنان سيد سيدة أنا معي بطاقة شؤون اجتماعية نشكر لوزير أنه مشتنيها كل شهرين 140 دولار أو 120 دولار وطيب أنا 120 دولار أنا عندي خمس أشخاص بالبيت شو بدني يعملون بالشهرين 120 دولار مع احترامي لازع الصوت لبنان أنا ما في إلا مدام نوال دي شعبود هي بتحط الدواء على الجرح بدنا من يزيع الصوت لبنان إنه يمشون بطاقة الشؤون اللي معوعد أنا عندي إعاقة بصرية وعندي هالإعاقة البصرية عفا علي هاي دا سقفة لا ما صدق مدام سيدة نحنا معي البطاقة من خمسة وثلاثين سنة مش عم بستنفع لها شيء أبداً أبداً هلا عم بتقل لي عم تلخض 140 دولار لا لا مش عم بتقليك أنا عن بطاقة المعواقين مش الشؤون طبع البطاقة الشؤون ليش ما عم تنزل على المركز تشوف ليش ما عم تستفيد لا لا عم بستفيد أنا ست مدام سيدة بس هو معاني الوزير نحنا بتشكر بدل ما تجي كل شهر عملنا إياها كل شهرين طيب نحنا كل شهرين نحنا اللي عنده عائله شو بكافي 140 دولار أنا بتشكر معاني الوزير بتشكر صوت لبنان طيب بلأ بلأ هلا ما ما شوفوا بالتشكرات المهم إنه عم بتوجه رسالة إنه للوزارة للحكومة ككل يعني مدام سيدة معلش المجلس النواب لأه لكل شهر تخريجي طيب أنا معوق لاش بدلوا مهمش بلبنان أنا عندي إعاقة بصرية يعني ما حد بيصدق إنه أنا معوق إلا حتى أشحد على الجوامع والتنيس نحنا ما في إنه غير مدام منوصلكم صوتكم منوصلكم صوتكم أكيدة أهلا فيك للتحرك كمانا بهالإطار ما بعف قداش فيه إمكانية بس إنه عكيدة بيحق له كل حدا يرفع الصوت بيظل الظلم يلي هو ما عم يمرو فيه اتصال آخر كيفك مدام سيدة؟ الحمد لله إن شاء الله بتضلك بها الهمة يا رب أنا منشي جمعتاني ممكن اتصلك فيك وقلتلك نحنا هون عجلتاوي نعم بوجة بتركيت الأرمن بنص الطريق إلا تشي ثلاثة أربعة تشهر المية بتنبع وبلغت المؤسسة نحنا بالصاف وبالصاف نحنا يعني أنا بشوف المية عم تروح هيك هادر قلبي من جوا بيتقطع ما بالصيف رحنا عم نشتري ماي والله حرام عليهم هيك المية خليكي خليكي معي اعطيني رقمك أنا بلغت مؤسسة مياه بيروت وشبل لبنان وكمان بلغوني إنه على المركز الأشرفية انبعتت الشكوى على ما يبدو إنه ما تحركوا رجاء أنا بتعطيني رقم تليفونيك ايه ايه 78 نعم 86 نعم اه سد سد ويد رجعتيني الرقم 78 اه 86 اوكي 72 78 اوكي اوكي مادام اهلا وسهلا فيك وبشكر متابعتك يعني بنبعث الشكوى فيه أوقات كتير ما بيتحركوا رح نضل انتبعها متل ما قالت عم بيشوفوا الماء عالطريق وما عم بيستفيدوا مننا وهلا نحن مقبلين على صيفية فبولى على الهوى رجاء تحرك بأسرع وقت ممكن ليشوفوا شو المشكلة ويعملوا صيانة لهالأسطال اذا كان مكسور او اي شي تاني بهالإطار رح ارجع ابعث تلاتينة رزق الله من مركز الشكوى بيخل كمان في اتصال اهلا اهلا فيك اهلا فيكن محقين بمطالبكن حبيب تلبي بس منا نسأل هل من يسمع حبيب تلبي انا حكيت معك تقريبا من سنة سنة وشوي وانت حكيتيني مع الوزارة وصفت فيني لمصفة رول اسماحة نعم بتكلف مع رول اسماحة وزارة السنة نعم اه مشان انو انا انسان كمان ضرير كليا معي بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية طول لي 40 سنة ضرير 40 سنة نعم وطلعت البطاقة من عذارما اول وعملو اثث وزارة الشؤون الاجتماعية وكان يوم انت وزيرة يمكن من بيت دويه نعم انهم حاصة نعم يوم انت حكيت معك ونت حكيتيني مع الوزارة ورجعت اتطفت فيني سيدة لولا وقالت روح لعند علي مامة بالحيصة انا قاعد بساء العكار نعم اه ورحنا لعنسها لديك وقدمنا طلب من يومتها تقريبا من سنتين سنة ونصف مم وصال لي 40 سنة ما اتفتت من الوزارة فيه واللي حدي عم يستفيده واللي افقر حالا عندنا 3 سنة بالارض وعندنا فاتحين وانا انسان صديقه اللي قدامت طلب اه عن جديد اه من سنتين اكيد معك كده بنقال على اتصالك انت واتصلوا فيني ايه قدامنا طلب من سنة ونصف سنتين رجعت فيه للطلب انه ليش ما استفدت اين هو اه اه بيقولولي ما بتعرف امتى بتجيه اه مشي سنتين وانا وانا ومرتي عملناك روح الستين شنة طيب رجع انا بترجع بتعطيني رقم البطاقة يلي عندك ايها نا عندك رقم للبطاقة عندي رقم البطاقة بطاقة بطاقة انا ومرتي كيف بدنا نبعث لك الصورة ما بتعرف ايها تبعد على الصورة ويديها طيب شو رقم تليفونك اه سبعين سبعين مية وستين مية وستين ستة ستة تمانية ستة ستة تمانية رح يبعث للمسؤولة عن اله عن هل نعم سيدة وحياته لالله ما بحكي معك انه قد ما بشوفه عليك يضغط يعني انا انسان فريك لنا عرض لورا بيقعد وبعرفك ادي انسان قلوقة ومجوقة وبنت عالم ويارات عنا بلبنان عشان بتفكاتك تسلم بشكرك انا لأ اتعلن هادي فيكي ماني مصكية من بيت ابي لاني بيت سياتيين انتي قلوقة كتير شكرا وانا بديكي تشاهديني بايد الملاث صديقي هي متل ما سبق وبعتها ورح ارجع ابعتها بيتواصلوا معك يعني بياخدوا منك تفاصيل وبيرجعوا بيفيدوني ليش ما استفدت انت عم بتقلي عندك اعاقة دائمة ليش مش عم تستفيد من هالبطاقة لا لا وبعتت لك الصورة يا رات يا رات صورة البطاقة ابعت ليها اذا الرقم وهي دا رقمك سبعين مية وستين ستة ستة تماني اهلا وسهلا فيك اهلا بس بدي افتح حللين بس لقول اي شكوة بتبعتوا ليها رجعا تكون فقط ببقت البرنامج يعني التنين من اتناش و تلت للوحدة الا ربع فقط لغير لانه في كتير واتساب بيوصلوا لكل الزملاء بكل البرامج فرجاء ما بقدر ارجع شوفهم لعندكن اي شكوة لا برنامج وصل صوتك تبعتوا بهاي دا الوقت عندي اتصالات بعد عندي يا بيخد اتصال اهلا 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 مدم اهلا كيف فيك اهلا 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 نعم بس ما رجعتي بالمركز ليش ما حصلت؟ طيب طيب مدام شو رقم تليفوني يعطيني الرقم؟ مثل واحد كتنين رقمي وطياتين وهذا رقم الطلب ما عيقه انا ما عندي كله خمتين نعم مدام خليكي معي بليز بالراجي ياخدوا رقم التليفون افضل لحتى يتواصلوا معك بيخد اخر اتصال قالوا موضوع موضوع كيفك مدام سيدة؟ الحمدلله انا عبكة مبعث لحضرتك كنت عبت عملي مقابلة مع مدام نجات نعم نوال نوال قالت لي اخد رقمه من تحت الهواء لها هلأ اربع مره سلطلت الفنة ما بتعطيني المدام انا ما عندي علم بهالشي هلأ أبلغ نوال واكيدة كمان زميلتنا سعاد على السنترال رجئا يعني تبقى المراجعة مع المسؤول عن البرنامج والمعنيين لان ما عندي معطيات عن هالموضوع اه اعرف اذا فتحوا بالجدة بطاقة ابني العسكرية من تلفن ما حدا بيرد اوكي اه يعني منشوف بهالموضوع اذا فتحوا ولا لا اه بتمنى عليكن اه بالشكيوة ايا بيرجعوا بيحكوكن من المؤسسات المعنيين ترجعوا تحطوني بالصورة لحتى ما نكرر كل مرة نفس الشكيوة الوصلوني اليوم رح راجع فيه ان شاء الله بيكون عندي ايجابات التنين اذا الله اراد بوقت البرنامج بوقت اه اه وصل صوتك بشكر سيئتكم الديمة بصوت لبنان دايما منوصلكم صوتكم للمعنيين على امل يكون عندهم اذان صاغي ومش مهم الازان فقط مهم كمان على ارض الواقع يحسنوا بالاوضاع شكرا لكم